بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله في حلقة اليوم سوف اشرح how to create a simple calculator to perform some simple mathematical operations such as adding, subtracting, multiplication and division in addition to square root operations كيف ننشئ الى حاسبة بسيطة للقيام بالعمليات الحسابية البسيطة الاساسية مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة بالاضافة الى عملية الجزر الترفيعي بنكتب الاكواد التالية بنكتب from second import asterisk وننشئ هنا متغير اسمه expression ونعطيه قيمة فارغة نسند اليه قيمة فارغة وحيكون من نوع string وهنا بنقوم بcreating leave function اسمه press بنمرر اليها parameter اسمه num ونم حيكون قيمة الزر اللي حنضف عليه في الالة الحاسبة اما بالنسبة للexpletion سوف يعبر على القيمة التي سيتم ارضها على calculator screen على شاشة الالة الحاسبة طبعا بنعرف الدلة هنا press عند الضغط على اي مفتاح سيتم تمرير قيمة هنا وهي قيمة المفتاح اذا كان الرقم واحد او اثنين او تلاتة حتى الارقام تسعة بنعرف المتغير expression بانه نوع global اي متغير عام يتم التعامل معه داخل نطاق الدلة وخارج نطاق الدلة نكتب هنا الexpletion بساوي الexpletion اي القيمة التي تم ارضها على calculator screen سابقا نضف اليها قيمة المفتاح الذي تم الضغط عليه وبنحوله هنا الى متغير من نوع string بنكتب هنا equation وايكويشن هيكون متغير من نوع variable string سيتم تعريفه لاحقا ولذلك وضع تحته خط زبزاج باللولد احمر لانه هنا يعتبر unreserved reference وبالتالي سيتم ان شاء الله لاحقا تعريف هذا المتغير من نوع string variable طبعا بنضع بداخله الاكسبريشن اي قيمة المعروض على بعدها هنا بنعرف دلة اخرى وهي دلة اي دلة الجازر التربيعي وهنا بنضع يعني هنا حاول وهي بتكون لإستياد الاقطاع في الكواد التالية بنكتب هنا ايضا اي عرف بانه متغير عام يتم التعامل معه داخل وخارج نطاق الدلة وبعدها ننشي متغير اسمه اختصار لقيمة يساوي حوله الى متغير من نوع اي متغير يقبل العلامة العشرية بنكتب ضع وهنا بنحسب الجازر التربيعي لهذه القيمة فبنكتب بتعني اس وهنا اس خمسة من عشر اي اس نصف ولما نقول اس خمسة من عشر معناها جازر هذه القيمة بنكتب يساوي هنا بيساوي قيمة فارغة يعني بنمسح القيمة التي تم تخزينها اه قبل ذلك في المتغير وبعدها بنكتب لكي يتم معالجة اي اخطاء تم استيادها فبنكتب هنا يعني امسح القيمة التي تم تخزينها قبل ذلك في المتغير بعدها ننشئ دلة جديدة عند الضغط على مفتاح يساوي سيتم عمل استدعاء لهذه الدلة للقيام بالامر التالي اولا بننشئ كمصيدة اخطاء وبنكتب الامر اي يتم تعريف كمتغير اي متغير عام يتم التعامل معه داخل دلة وايضا خارج نطاقة زي الدلة وبعدها ننشئ متغير اسمه لكي يتم تحويل القيمة سيتم تقييم يعني بمعنى اذا كان هو عملية جامع سيتم حساب عملية الجامع اذا كان طرح سيتم عمل حساب العملية اذا كانت ضربة او قسمة ايا كانت هذه العملية سيتم حسابها سيتم تحول القيمة الى نوع وبالتالي يحتفظ بها داخل المتغير توتل بعدها بنكتب اكويشن دوت سيت توتل بنضع هذا التوتل هذا المجموع او ريزلت النتيجة داخل المتغير اكويشن والمتغير اكويشن كما ذكرت سابقا سيكون من نوع سترينج بعدها بنكتب هنا الاكسبريشن يساوي امبت سترينج بنمسح القيمة اللي داخل الاكسبريشن اللي كي يتم مسح هذه القيمة من على وكتابة النتيجة الجديدة بعدها بنعالج الاخطاء المحتمل ظهورها بين فبنكتب هنا اكويشن دوت سيت ارور فحالة وجود اخطاء في هذه الاوامر فبالتالي بنكتب هنا ضع هنا الاكسبريشن ارور او مصطلح ارور الخطأ اي ان هذه العملية ليست صحيحة وبعدها بنمسح القيمة فبنكتب هنا اكسبريشن يساوي امبت سترينج اي القيمة التي تم تخزينها سابقا واخذها من الكالكليتور قم بمسح هذه الاكسبريشن اي القيمة الموجودة عندك في الزكرة بعدها هنا ايضا بننشئ دلة لمسح القيم فبنكتب بنكتب هنا فبنكتب هنا ايضا عرف المتغير انه متغير من نوع عام يتم التعامل معه داخل النطاق الدلة بعدها هنا اكسبريشن يساوي امبت سترينج المتغير اكسبريشن قم بمسح القيمة الموجودة بداخله اي القيمة المخزنة وبعدها هنا بنكتب ايكوشن دوت ست ايضا امبت سترينج يعني امسح القيمة المخزنة داخل الاكوشن نفسها بنكتب اف اندرسكور مرتين نيم اندرسكور مرتين ويساوي مرتين بين كوتيشن كودز هنا بنكتب اندرسكور مرتين مين اندرسكور مرتين وبعدين كله اذا كانت هنا دلة رأسية في هذه الحالة بنكتب وين بننشئ هنا متغير اسم وين والمتغير اسم وين حيكون هو الويندو الرأسية التي استلضى عليها جميع الاسرار وجميع الادوات وهذا المتغير سيكون من نوع تيك انتر ويندو بنحدد هنا لون الخلفية لهذه النافذة فبنكتب وين دوت كون فيجر للباكجراوند يساوي جري سنجعل الباكجراوند اي لون الخلفية لهذه النافذة وهذه النافذة ستكون جرافيكال يوزر انترفيس اي واجهات مستخدم رسومية يتم التعامل معها وستكون هنا الباكجراوند لونها جري اي رامان بعدها هنا بنضع عنوان لهذه النافذة فبنكتب وين دوت تايتل كالكيلير الابعاد الخاصة بهذه النافذة فبنكتب وين جيومتري بنكتب 350 اي بعد الويتس وبعد الهاي 350 وايضا بنكتب بعد هذه النافذة من الحافة من ناحية الشمال وهي ربعمائة حرف وهي الحافة من النحية العلوية وهي نيتين حرف هنا بنكتب أي ان المتغير من نوع المتغير النصي طبعا كان عندما كتبته في الخطوات الصادقة كان بيعطيني هنا خط زجزاجي باللون الاحمر اسفل كلمة اكويشن بمعناه ان هذا المتغير لم يتم تعريفه بعد وهنا طبعا ازال الخط زجزاجي ذو اللون الاحمر لاني قمت بتعريف هنا الاكويشن لانه من نوع string variable اي متغير نصي بعدها بننشئ متغير اسمه expression field واكسبريشن فيلد سوف يعبر عن screen calculator القيمة المعروضة على شاشة الالة الحاسبة هتكون التعامل معها من خلال هذا المتغير اكسبريشن فيلد وطبعا الاكسبريشن فيلد سيكون اداة من نوع entry اي اداة من نوع ادخال النصوص من مكتب تاكنتر وسوف يتم وضع زي الاداة على الويندو على النفيذة الاساسية وبعدين هنا القيمة التي سيتم وضعها سيتم وضعها باستخدام اي المتغير النصي والمتغير النصي سوف يستقبل قيمته من الاكويشن من متغير اكويشن وهذا المتغير كما سبق انا عرفته هو متغير من نوع string variable تم تحديد هنا الويتس العرض الخاص بهذه الاداة هو 35 كاركتر حرف وحددت هنا اي التدريس او المعالم الخاصة بهذا او بهذه الاداة هتكون اي عمل نتوء لكي يتم محاكاة وضع الشاشة او مجسم الشاشة ليست فقط صدق ولكن ستم عمل له تدريس خفيفة بحيث ان نحدث له النتوءات من الحواف بعد كده بنحدد الحجم الخاص بالفدود هنا هيكون 10 كده بنحدد الانسيرت ويتس هنا يساوي واحد اللي هو العرض الخاص بالادخال يساوي واحد والفونت هنا نكون كبير شوية خلناها 40 وبعدين بنحدد موضع هذه الاداة على الويندو فبنكتب هنا وكومة واحد بعدها بننشئ الزر الاول البطن وان هيكون من نوع ايضا سيتم وضع على النفيذة الاساسية الويندو وبنكتب هنا النص الظاهر على هذا الزرار طبعا الزر الاول حيمثل الرقم واحد فبنكتب هنا تيكست وان وبعدين بنحدد لون الامامية اي باللون الابيض وبعدها بنحدد لون الخلفية لهذا الزر من نوع هكسا ديسيمل حددته هنا باللون الازرق الغامق ووضعته هنا هاش 0052C وبعدين وضعت الفونت هنا والفونت سازل لخمستاشر وبعدين هنا حددنا الامر الذي سيتم استدعاء عند الضغط على هذا الزر وهو من نوع لنضة ولنضة هنا هتكون فانكشن من سطر واحد فانكشن يعني فانكشن بدون اسم اي دلة بدون اسم مهمتها انها ستمرر القيمة واحد الى الفانكشن بريس والفانكشن بريس اي هذي الفانكشن سيتم تمرير اليها الرقم واحد ليقوم باضافة هذا الرقم على الاكسبريشن الموجود داخل الكالكلياتور اسكريين اي عندها الضغط على هذا الرقم سيتم اضافته تلقائيا للاكسبريشن وبعد كده بنحدد ارتفاع هذا الزر 2 والويت 7 يعني سبعة احرف وبعدين بنحدد موضع هذا الزر على الويندو فبنكتب جريد هنا رو اثنين الصف رقم اثنين الكولام زيرو بعدها بننشئ الباطن اثنين بنفس المنوال بنفس الطريقة فبنكتب هنا باطن وين والتيكست الظاهر عليها حيكون اثنين وطبعا نفس اللون ونفس الكماند لنضا ولكن هنا بنكتب بريس اثنين يعني مرر القيمة اثنين وايضا الهايت اثنين والويتس سيفن الارتفاع اثنين والويتس العرض سيفن وبنحدد موضع الزر اثنين على النفيذة الاصلية فبنكتب دوت جريد رو اثنين كولام وين اي على الصف رقم اثنين في الكولام وين لان طبعا الصف الاول حيكون واحد واثنين وثلاثة الصف الثاني حيكون اربعة وخمسة وشتة الصف الثالث حيكون في سبعة وثمانية وتسعة ايضا ننشئ باطن سري الزر الثالث بنفس الاسلوب حيكون التيكست الظاهر عليه ثلاثة وحيمرر القيمة ثلاثة وطبعا هنا بنحدد على الروق رقم اثنين رقم اثنين وكذلك الزر الرقم اربعة والزر الرقم خمسة والزر الرقم ستة والزر الرقم سبعة وتسعة وايضا الزر الرقم سف الذي يوجد عليه القيمة بعدها ننشئ ازرار وظفية مثل الزر بلاس بلاس يعني زر الجامع ايضا بنكتب هنا التكست بلاس وبعدين نفس اللون وهنا نقول له بريس بلاس يعني مرر الى الفانكشان بريس القيمة الزائل وطبعا هنا بنحدد موضوع على الرقم اثنين كولام سري بعدها ننشئ الزر الوظيفي الاخر وهو زر الماينس زر الناقص فبنكتب هنا بطن والتيكست حيكون هنا ماينس وطبعا هنا حيمرر بريس ماينس هنا حيمرر الفانكشان الخاصة بالبريس علامة الماينس وبنحدد ايضا موضعه على النفيذة رو سري كولام سري كذلك بننشئ متغير ملتبلاي اي متغير الضرب اي زر الضرب وهو سيكون من نوع بطن وايضا سنمر اليه الاستريك كعلامة الضرب وبعدين هنا بنمرر الفانكشان هنا من خلال لامضة بريس استريك وايضا هنا بنحدد موضوع على النفيذة جريد رو فور كولام سري بعدها ننشئ زر زر القسمة فهو هيكون من نوع بطن ايضا وسيأخذ القيمة الظاهرة على الزرار هو سلاج وايضا سيمرر من خلال لامضة السلاج سيمررها الى الفانكشن بريس السابق تعرفها وايضا بالحدد هنا موضع الزر على الويندو فورو خامسة في الكولام سري بعدها ننشئ زر اكوال الزر يساوي سيكون من نوع بطن وايضا القيمة الظاهرة على التكست هنا هي علامة يساوي وبعدين هنا الكومند هنا طبعا بنكتب هنا اكوال بريس يعني اعمل كولينج للاكوال بريس اي هذه الفانكشن وهنا سيقوم باستدعاء الفانكشن اكوال بريس ليقوم هنا بتقييم الاكسبريشن الموجود يعني اذا كان هنا الاكسبريشن عملت جامع فهنا حيقوم عملت هنا تقييم لها وسيعطي النتيجة وبعد ما يعطي النتيجة هيحولها من نوع سترينج ويضعها فيه المتغير توتل وبعد كده المتغير توتل سيتم معرضه على شاشة الكالكليتو هنا بننشئ زر اخر كلير المتغير كلير سيكون من نوع بطن ايضا والقيمة الظاهرة هنا على الزر تكست هو سي كابتل بمعنى اختصار لي كلير يعني مسح ليقوم بمسح القيمة المعروضة على الكالكليتو سكيرين وهنا هيستدعي هنا الكومند كلير يعني استدعي الفانكشن كلير سوف يستدعي هذه الفانكشن جلوبال اكسبريشن اكسبريشن يساوي وهنا بيمسح القيمة الموجودة في الزاكرة وبعدان يمسح القيمة الموجودة عندي هنا على الكالكليتور فهيجعل دوت سيت فضية وبالتالي قيمة ستذهب الى التكيست يساوي وبالتالي التكيست الموجودة في أيضا سيكون قيمة فارغة بعدها ننشئ متغير اسمه ديسيمال والمتغير ديسيمال سيكون من نوع ايضا يتم موضوع على النفيذة وين اي ويندو النفيذة الاصلية والتكيست الظاهر عليه هو دوت اي العلامة العشرية وهنا سيتم تمرير هنا من خلال الفانكشن لمضا بريس سيضع هنا دوت دوت هنا اللي هي العلامة العشرية وايضا بنحدد موضع هذا الزر على النفيذة من خلال دوت جريد رو ستا كولم سف بننشئ زر اخر وهو خاص بالجزر التربية فبنكتب هنا سكوير روت كمتغير سيكون من نوع بطن والقيمة الظاهرة عليه وهو علامة الجزر وطبعا علامة الجزر هنا التكست هنا بنكتب سلاج يو اثنين اثنين واحد ايه طبعا الترميز ده سيظهر ليه هنا رمز خاص وهو رمز الخاص به الجزر وبنحدد هنا الكومند الأمر الذي سيتم استدعاهه سيتم استدعاء الفانكشن سكوير روت اي دلة الجزر التربعي اي هذه الدلة سكوير روت لحساب الجزر القيمة المعروضة على الكالكليتور طبعا هنا هياخد الاكسبريشن القيمة المخزنة في الزاكرة هيحولها الى فلوت الى قيمة ذات علامة عشرية وبعدين بنضع هنا الفال استرك مرتين يعني اس وبعدين بنضع هنا خمسة من عشرة معناها اس نصف وبالتالي سيضع القيمة بعدها في الاكويشن وطبعا الاكويشن هيحولها للتكستي فاريبول اللي كي يتم عرضها في الاكسبريشن فيلد اي في الكالكليتور اسكرين بعدها هنا بنكتب وين دوت مين لوب اي انشئ حلقة تكرارية رئيسية لكي يتم تثبيت الويندو النفيز على الديسك توب ويتم التعامل معها باستمرار بعدها بنضغط على رن بتظهر لي الكالكليتور طبعا هنا وضع تايتل كالكليتور بنكتب مثلا وين فلاس سري اكوال فور مثلا بنكتب 4 divided by 2 equal 2 مثلا عايز احسب جزر 25 25 كوير روت 5 مثلا 9 multiplied by 3 نمسح الاول بنكتب مثلا 9 multiplied by 6 أو 9 times 6 ساوي 54 واي عمليات حسابية عايز اكتب مثلا عمليات تحتوي على point decimal فبنكتبينها مثلا 2 point 5 plus 8 point 5 equal 11 طبعا احنا هنا عملنا آلة حسابية لغرض الفهم فقط آلة حسابية بسيطة تحتوي على basic operations العمليات الأساسية الأربعة زائد عملية square root الجزر التربيعي طبعا ممكن ننشئ أيضا أو نضيف أيضا أزرار أخرى اللي نجعلها آلة سامت في الكالكليتور آلة حسابة علمية أكبر ممكن نضيف إليها M plus M minus MR CE الكوزاين آآ عمليات خاصة بالfraction عمليات خاصة بالمضروب و أزرار أخرى كثير لكن أنا هنا آآ بحاول بقدر إمكاني أننا أبسط أعمل آلة حسابة آآ في منطهة البساطة جدا جدا لكي يتم فهم كيفية عمل آلة حاسبة بشكل مبسط لكن في حلقات أخرى إن شاء الله هنممكن نتعرض إزاي نعمل آلة حسابة نضيف إليها الأزرار الأخرى اللي ممكن تستخدمها آلة حسابة علمية بإمكانيات أكتر من كده بكتير إن شاء الله إن شاء الله سأترك لك في وصف الفيديو رابط يحتوي على كود هذا البرنامج ليمكنك التعديل عليه واستخدامه في إنشاء آلة حسابة بسيطة للقيام بالعمليات الحسابية الأساسية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا